في الوقت الذي يصعب على البلاد مواجهة أزماتها السياسية والأمنية والاجتماعية يحضر القضاء بعدله ونزاهته وسلطته العليا إذ القانون فوق الجميع حامياً مقوماً مجوداً للخلال وفي خطر الدخول بفراغ دستوري قد لا يكون للخرق معناً صالحاً لخدمة البلاد والغرق في ضياع العملية السياسية فيكشف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مادة علمية بحتة ومباشرة بعد نتاج تفصيل دقيق لدستوري 2005 ويأتي بالحل الجذري لأزمة بغداد السياسية منذ زمن نشأة الدستور المعمول به حالياً إذ تغير الظروف البلد في معترك السياسة والأمن وأحداثها يضع زيدان يده على أهم إشكالية دستورية صنعها دستوري 2005 في صياغة المادة السادسة والسبعين المحددة لتفسير الكتلة النيابية الأكثر عدداً والتي تدخل في سياقات أزمة القوى السياسية ليس في الوقت الحالي فحسب بل منذ زمن لكن المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد وبدراسة معمقة قادها زيدان وفريق قضاط خبراء في لغة القانون أن جدلية الكتلة الأكبر تنتهي بتفسيرها على أنها القائمة أو الكتلة الفائزة في الانتخابات وهي الأقرب يقول زيدان إلى منطق التنافس الانتخابي ولم يقف عند حدود الكتلة الأكبر بل إن مواد المادة التاسعة والخمسين والتي تشترط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب لاتخاذ القرارات إنما إعادة صياغتها بشكل يضمن عدم دخول البلاد في حالة خرق أو فراغ دستوري باعتماد المبدأ الوارد في المادة ذاتها بأن يتحقق نصاب عقاد جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه واتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب دون النص الذي يشترط أغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي سياق مهم جدا بالحديث عن تكليف مرشح رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الفائزة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ذاتها بعد استكمال إجراء انتخابه دستوريا تعديل ضروري يحسم الجدل المستمر منذ عام 2010 وينهي زمان الأزمات السياسية المتراكمة الثانية والخمسون الخامس والستون السبعون الثانية والتسعون مواد فصلها رئيس مجلس القضاء الأعلى بنتيجة كشفت عن ضلوعها وفق دستوري 2005 في التأثير على سياقات العمل الدستوري والتأثير على مواقيته ما يتطلب تعديلها بما يتوافق مع تجارب العمل السياسي المتغيرة منذ عشر سنوات وأكثر إذن هي رسائل مباشرة تقتضي حالة قصوى من الضرورة والتغيير الفعلي يكتبها زيدان على ورقة بداية عهد جديد يكون فيه الدستور مرجعا ينقذ العراق من أزمات قد تنهي طريق مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر